الرائد الشريف في الخليل رائد في الخليل لديك وزيرة الصحة تقول إن الوباء خرج عن السيطرة هل هناك من مؤشرات على الأرض تفيد فعليا بأن الوباء قد خرج بالفعل عن السيطرة نعم بتسجيل مئات الحالات بشكل شبه يومي في الضفة الغربية وعلى وجه الخصوص في مدينة الخليل وزيرة الصحة قد صرحت بشكل رسمي أن الأوضاع خرجت عن السيطرة والوضع مقلق وهذا حتى من رئاسة الحكومة قالوا بأن الوضع مقلق ونحن مقبلون على كارثة في الخليل خلف مباشرة مقر محافظ محافظة الخليل الآن تدور اجتماعات متعددة مع المحافظ مع الوزراء الخمسة الذين حضروا إلى الخليل وكذلك مع الغرف التجارية ومع بلديات محافظة الخليل لمناقشة الأوضاع مع الأطباء كذلك مع النقابة يعني منذ ساعات الصباح وهذه الاجتماعات مستمرة قيل لي قبل قليل من خلال بعض المعلومات بأنه ستنتهي هذه الاجتماعات بعد الرابعة عصرا نحاول الحصول على معلومات في حال رفعت هذه اللجنة التوصيات إلى رئاسة الوزراء قبل قليل رؤساء البلديات اجتمعوا مع وزير الحكم المحلي وخرجوا بمجموعة من التوصيات أهمها هو وضع الخليل على صلم الأولويات بالنسبة للإحتياجات وطالبوا مجلس الوزراء بعقد جلسته هنا في الخليل بحضور رئيس الوزراء وكذلك أعضاء المجلس وبالتالي كانت هناك أيضا تصريحات وحديث متعدد من قبل الغرف التجارية وبعض رجال الأعمال وهذا لمساندة القطاع الحكومي القطاع الخاص لمساندة القطاع الحكومي في ظل تفشي الوباء وتسجيل مع ساعة الصباح اليوم سجلت يعني حسب إعلان وزيرة الصحة 208 إصابات حسين طيب خصوص المساعدة رائد من ضمن ما قالته الوزيرة وزيرة الصحة إنه قد يتم طلب المساعدة من بعض الدول الشقيقة عادة ما هي الدول التي تقدم المساعدة في مثل هذه الظروف؟ يعني بالتأكيد الدول العربية وكذلك الدول الأوروبية بشكل عام ولكن الأوضاع هي صعبة في ظل جائحة كورونا ولا أخفيك إمكانياتنا متواضعة نحن دولة تحت الاحتلال حتى في حال يعني لسمح الله تفشى الفيروس بشكل أكبر في أنه رح يكون هناك نقص يعني في المعدات تم تجهيز مستشفى جنوب الخليل في مدينة دورة وكذلك هناك حالات في العناية المكثفة في الإنعاش وهناك حالات موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي وبالتالي الوزيرة قالت نحن نحاول كذلك استحضار أو استقدام هذه الأجهزة وهي أجهزة التنفس الاصطناعي إلى فلسطين لكن حتى الشركات الموردة تجد صعوبة في إحضار هذه الأجهزة خاصة وأن حركة الطيران خفت والأزمة التي يعاني منها العالم بشكل عام والتركيز هنا على الوقاية والتركيز هنا على أخذ الاحتياطات والإجراءات إجراءات السلامة والإجراءات الوقائية والإحترازية مثلا هم يفرضون غرامة على كل من لا يرتدي كمامة مثلا في الشارع وفي نفس الوقت هناك مناطق لا تلتزم وأنت تعلم تماما بأن هناك مناطق خاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي ولا يمكن للأجهزة الأمنية أن تصل إلى هذه المناطق حتى بعد وقف الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي حسين نعم الزميل رائد الشريف كان معنا من الخلي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر